بصوا بقى مطش أهلي وزمالك مطش الدوري رجعة بكرة أهلي وزمالك مع غز المحلة والبنك الأهلي ننشغل في الدوري ننشغل في أحداثنا مين راح مين جه مين اللي هيشتري اللعب فلاني مين اللي هيتفاوضع مع النادي الفلاني كل ده ما ينس ناش منتخب مصر أصل الحكاية هي كده بتفاصيلها بالسكريبت كما هو نتنرفز نتعصب نزعل نتدايق وبعد كده بننسى المنتخب يلعب المنتخب يخسر المنتخب نفتكر نفس الكلام يقعد معنا يومين تلاتة وهبه يطير هبه ننساه لا احنا هنا مش هننسى واتفقت مع حضراتكم من أول يوم وقت ما كانت الدنيا سخنانة قوي والكل بيقول تغييرات والفكر لازم يتغير والتطوير لازم يحصل كله بينسى مع الوقت بينسى ودايما الرهان عن نسيان الرهان من السادة المسؤولين عن الكورة هينسوا يا عم مطش الأهلي والزمالك هيخش وهينشغله فيه مطش الأهلي والمحلة مطش الزمالك والبنك الأهلي الدوري والصراع عليه والناس هتنسى لا مش هننسى ليه مش هننسى عشان بالنسبة لنا منتخب مصر أهم من كل ده مش بس منتخب مصر تطوير الكورة في مصر بالنسبة لنا أهم من دوري مين هيكسبه ومين هيخسره مين هيهبط ومين هيفضل موجود انت حتى هذه اللحظة ومع الساعات دي كمان بعد ما عدنا الساعة 12 فسبعة أيام بالضبط أسبوع بالكامل منذ أن أعلن اتحاد الكورة رسميا رحيل الكابتن إهاب جلال ده الإعلان الرسمي قبلها بأسبوع احنا عارفين الكابتن إهاب جلال خلاص مشي المعايير يا اتحاد يا كورة يا محترمين يا سادة يا محترمين في اتحاد الكورة دي حاجة ما تتخباش قولوا لنا إيه المعايير اللي هتختاروا بيها المدير الفني اللي جاي قولوا لنا إيه هي الخطة المطلوبة من المدير الفني اللي جاي قولوا لنا إيه الخطة اللي انتوا هتددوها للمدير الفني وتقولونه لو سمحت احنا محتاجين نطبقها أنا مش عايز تجيب لي جوزي مورينيو بيب جوارديولا مش عايزك تجيب لي أنشلوتي مش عايزك تجيب لي يورجان كلوب أنا عايز مدرب هو عارف هو عايز يعمل إيه وإحنا عارفين هو بيعمل إيه مش كل حاجة نستنى فيها الصدفة ونقول يا رب دعوات المصريين معنا إحنا رايحين بطولة ورايحين مباراة وبإذن الله بإذن الله عشان خاطر الشعب الطيب الجميل ده نكسب عشان خاطر دعوات الناس الغلابة نكسب كل ده جميل طبعا جميل بس لازم إحنا نشتغل الأول هو في حد بينزل شغله هو نازل الشغل بيقول يا رب أنا ما بعرفش أعمل كذا وكذا 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 بس إن شاء الله يعني أرجوك خلينا ننجح أنت سعيت أنت اكتهت أنت فكرت أنت خطط لو كل ده ما تعملش يبقى أنت اللي قصرت ما هو الناس كلها بتدعي يعني كلها حتى للناس اللي بلعبهم يعرفوا ربنا وبيدعوا برضو يعني فكرة الصدفة في حياتنا دي ما ينفعش تبقى هي منهج الحياة ومنهج النجاح ومرة أخرى هفكرك معلش أنا بحب أقلف في المواجهة عشان ما ننساش عشان نطور إحنا لما كسبنا 2006 و2008 و2010 كان محد صدفة أيها ما تتصدمش لو لا قدر الله كنا خسرنا نهاية 2006 بضربات الترجيح قدام كود ديفار لا الكابتن حسن شحاتة كمل ولا اللاعبين دول كانوا يكملوا ولا كان اللعبة دي هيبقى عندها ثقة بعد كده إنها هتكسب 2008 أو 2010 مؤكد كان هيمشي كان الكابتن حسن شحاتة كان هيمشي المشروع نفسه كان هيخلص فالمشروع كان صدفة والصدفة أصلا من أيام منتخب الشباب إنه الكابتن حسن شحاتة كان بيدرب منتخب الشباب فالجيل ده هو اللي كان معالم مصاعد للمنتخب الأول فرجبة العملية صدفة مش خطة يعني إنت فاهم إنت بتتكلم عن صدفة وعشان أوضح يعني مش بتكلم إن إحنا كسبنا صدفة فوز بالبطولة نفسه فكرة النجاح فكرة الخطة الخطة صدفة لو إنت خسرت مباراة 2006 ما كانش كل ده كمل طيب لو كنتك خسرته 2006 كان الكابتن حسن شحاتة والمشروع ده كمل تخيل بقى لو كان كمل وإنت خسران كنا أكيد هنكسب برضو 2008 و2010 بس أكيد ما كانش هيكمل بطبيعتنا وطريقتنا ما كانش هيكمل تزاي بتلعب بطولة على أرضك وتخسر من كوديفور في النهائي فلا أنت كلمش هتكمل دي حاجة كرسى على الكرة المصرية وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش زي ما ستقاله سكيلوش لو كان صعد لكاس العالم أو فاس بكاس الهوم الأفريقية كان أكيد زمان اللي قاعد معنا ما كنش قلنا الكلام ده كله بس هو مش عشان ما كسبش الاتنين ما صعدش لكاس العالم أو كسب كاس الهوم الأفريقية في المباراة النهائية أو في تصفيات كاس العالم فقدم أنت عشت بالصدفة فترة وربنا سهلها معاك مش كل مرة بقى قول لي يا سيدي المعايير قول لي ما تكسفش قول لي والله أنا عايز المدرب اللي جاي يكون مدرب بيعرف مثلا يطلع لعبين شباب ويداعم بيهم المنتخب قول لي مثلا المعايير اللي عندي أن أنا عايز يبقى عندي شكل هجومي وكرة ممتعة المنتخب قول لي لا المعايير بتاعتي أنه لا إحنا بتوع كرة دفاعية ونجحنا نجاحات باهرة بكرة دفاعية قول لي مثلا إحنا عايزين المدرب اللي جاي اللي منتخب مصر يكون بيعرف يخطط لباقي المنتخبات مش بس منتخب مصر الأول قول لي أن المعايير بتاعتنا أن المدرب بتاع المنتخب يكون بيبص على مسابقات النشيين والدرجة التانية قول لي المعايير اللي هتختار بيها المدرب كان معنا من أسبوع تقريبا موديل التحدي الإنجليزي السابق وقال لك أنه هم وهم بيختاروا ساوس جد الموديل الفني الحالي لإنجلترا كانوا بيعملوا معها انترفيو مقابلة شخصية هو ومدربين آخرين عشان يشوفوا مين المناسب هل إحنا هنعمل كده على فكرة ده مش إنجلترا بس ده بيحصل في كل المنتخبات وفي كل الفرق تحديدة للمنتخبات عشان المنتخبات بيبقى لها خطط مختلفة عن الفرق وإن كان بعض الفرق طبعا في الانترفيو ده أو المقابلة الشخصية اللي حراك بتعملها لما بتروح شغل جديد ده بيتعمل مع المدربين الكبار هل إحنا قلنا مثلا هنختار 3 أو 4 أسماء متاحين في الماركت اللي فضيين ونعمل معهم لقاءات شخصية هنسألهم بقى هو حضرتك مش هنسأله على السيبي بتاعه وما أنت جايبه أنت عارف السيبي بتاعه أكيد بس هتسأله بقى هتقوله أنت بعد خمس سنين شايف نفسك فين أيوة أنا مش بهزر هتسأله كده هتقوله المنتخب بعد خمس سنين هيكون فين المنتخب بعد خمس سنين معضل العمار فيه هتبقى عاملة إزاي المنتخب بعد خمس سنين هيبقى فيه كام لعب محترف هتتقلب الصيغة دي أنت لما هتلعب كاس الأمم الأفريقية ناوي إزاي توصل للنهائي هتشتغل إزاي خطتك إيه طريقتك إيه أسلوبك في اللعب إيه أنت مذاكرنا كويس ولا مش مذاكرنا عارف المكان اللي أنت هجاي تشتغل فيه ولا مش عارفه نفس الانتربيوات بتاعت الشغل الطبيعي بتاعك ده وانت رايح تشتغل في مصنع ولا في شركة بيحصل مع المدربين مش عيب يعني هما ما بيتضيقوش وانت مش المفروض تبقى مكسوف حاجات بتحصل يعني هم مش يستغربوها عشان عارفين أنها بتحصل في كل العالم إحنا بس لما بنعمل هاي شي طيب ترجمة نانسي قنقر